معنا مين? معنا السيدة ممازن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم وفضل الحمد لله. دايما يا رب في نعم يا رب. انا بحاول اتواصل مع احتك على صفحة البرنامج بس بصراحة ربنا مش عارفة خالص. انت حالك متواصلة معي مباشرة هو. اتفضلي عشان وقتين. ماشي اوكي. بص حضرتك معلش انا ساعد صدرك شوية. بص حضرك انا عندي اولاد ومطلقة. تمام? وشغلي معندي شغل. فانا عملت زي مشروع كده بس المشروع ده انا اخدت فلوس من الناس. تمام? الفلوس ديت مبلغ يعني خمسين مثلا وبدفع عليهم شهريا الف جنيه. الناس دي بتديني الفلوس دي عالسين انا اشغالها لها. تمام? والالف جنيه ديت بياخدوه مني كل شهر. ماكسب اكسبت او خسرت بياخدوه الالف جنيه. تمام? فانا بشتغل بيوم في القسط. فانا دلوقتي بتعامل بالقسط مع الناس بديهم بفايدة اه خمسة وترشين في المية. مين حضرتك? حضرتك بتديهم بفايدة باعتبارك ايه? لا يعني انا انا بديل مين بالضبط? انت بتديهم بتقولي انا بديهم فايدة. بتديهم فايدة ليه? فايدة ده مصطلح بيستخدم مع الديون. انت مش بتقول ان انت بتاخد الفلوس دي عشان تشغليها? او بنشغلها. هو الخمسين هو المتعرف عندهم ان الخمسين بتطلع عندهم بالف جنيه كل شهر. لا ده ما فيش حاجة اسمه متعرف انت هتكملي معي السؤال ده استاذة ممازن ولكن هنكمل معاك السؤال وخليك معانا ولكن هنخرج فاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية عشان نكمل مع ممازن اسئلتها ونتلقى اسئلتكم اسئلتها وكمان نتلقى اسئلتكم مباركة ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم وكان معانا قبل الفاصل السيدة ممازن وهي كان بتتكلم على شكل من الاشكال التجارة والتلفون قطع هي تحاول تكلمنا تاني ولكن دايما في التجارات اللي بيجو يحد ياخد اموالي استثمرها في شراكة بينه بين الاخرين او بيكون هو في شكل مضربة لازم لو هو يعطي فلوس شهرية لازم بشكل واضح يعمل حساب ختامي مفيش حاجة اسمها ان انا بدي لهم الف جنيه سواء خسرت او ربحت لا احنا بدي لهم فلوس على اجمال العمل طول السنة ولو اديتهم فلوس تحت الحساب في الاخر خالص لازم اعمل حساب ختامي اشوفهم اخدوا ادي ايه من ما يساوي ارباحهم في مما اخدوا كل شهر